كما توقع ذلك مديرية الأرصاد الجوية شهدت عدة مناطق بالمملكة أمس تساقطات المطارية غزيرة في الحسيمة تسببت هذه التساقطات في أدرار على مستوى الطرقات وفي ميناء المدينة روبرتاج فؤاد عزوزي محمد حجوب زخات مطارية قوية ورعد وبارق وفيضانات بمدينة الحسيمة ونواحيها وسط المدينة راجلون وجدوا صعوبة في عبور شوارع غمرتها المياه وسيول جارفة للحجارة والأتربة وجدت طريقها إلى ميناء الحسيمة قنوات تصريف المياه لم تتحمل الكميات الكبيرة من مياه الأمطار التي لم تتوقف عن الهطول منذ الساعة الأولى من صباح اليوم هذا النهار درب أشتاء بزاف تبارك الله وبدأت كل شيء يشتاء لنا المرصى لحقا الحسيمة جدت في أحد البلاصة الجبلية وبدأت كل شيء لنا المرصى المشكلة التي تعانيه مدينة الحسيمة أن كل هذه الأمطار والمياه الغزيرة تستقر هنا في هذا الميناء وغالبا ما تغمر مياه الفيضانات رصيف الميناء ومركب الصيد لأن الميناء يوجد أسفل منحدر جبلي بعد انحسار مياه الفيضانات بدأت أشغال إزالة الحجارة والأتربة المتراكمة وسط شوارع مدينة الحسيمة ومينائها أمطار تسببت أيضا في قطع الطريق المؤدي إلى شاطئ كارابونيتا بعد أن تضرر وانهار جزء منها بسبب السيول الجارفة ثم هناك مجموعة ميناء الزليج الذي اقتلع من الأرض خاصة بطريق المؤدي إلى الميناء وكذلك الخسائر المحدثة في شاطئ كارابونيتا وكذلك ميناء الحسيمة لا خسائر في الأرواح بعد هطول أمطار الرعدية غزيرة وصل معدلها إلى خمسين ملمترا همت عددا من المناطق بإقليم الحسيمة وأقاليم أخرى بشمال المملكة والتي كانت موضوع نشرة إنذارية من مستوى يقضة برتقالي على الرغم من أننا على أعتاب فصل الصيف اشتركوا في القناة